حينما يقسم الله تبارك وتعالى بشيء منعرف أنه لي مكان كبير عند ربنا ربنا قال والتين والزيتون والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وقال أيضا والفجر وليال عشر حتى في نفيه للقسم نفي القسم أبلغ من القسم فلا أقسمه بمواقع نجوم وغيرها من الآيات هنا نتحدث عن الفجر وليال عشر هل هذه الليالي العشر هي الليالي العشر التي نعيشها الآن وإيه فضل العبادة فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله فالحقيقة نحن نعيش نفحة ربانية ومنحة صمدانية في هذه الأيام المباركة يكفينا أن الله تعالى أقسم به والفجر وليال عشر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذكرا أمته وحاثا لهم على التقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة ما من أيام أفضل عند الله وللعمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التكبير والتهليل فإنها أيام التكبير والتهليل وذكر الله تعالى وإن صيام اليوم منها يعدل صيام سنة وقيام كل ليلة منها تعدل قيام ليلة القدر والعمل يضاعف فيها سبعمائة ضعف إلى هذه الدرجة بلغ حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته على التقرب إلى الله والإقبال على الله في هذه الأيام يكفينا أنها أيام موسم الحج أيام التوجه إلى الله تعالى وإلى المناسك وإلى موطن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالروح والجسد ولذلك يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أنها فرصة تزكية وأنك يجب أن تظهر فيها الإنسان الحقيقية بداخلك الأخلاق التي فطر الله الناس عليها تقدي نقطة مهمة جدا اسمح لي أتوقف يعني مع حضرتك عندها بعض ممكن يعتقد أنه المهمة أني أصلي وأقيم الليل وأصوم وأتصدق وتقديم الأضحية وما إلى ذلك بس بننسى زي ما حضرتك قلت الأخلاقيات وبننسى أنه بيكون في بعض الخصال اللي لازم نتخلى عنها كمان في أمرين مهمين جدا يعني نحب ننبه عليهم في هذه المناسبة العطرة أولا هذا موسم التزكية والتزكية تعني الأخلاق وتعني الإنسان ونحن نقول دائما الإسلام يزيد الإنسانية ولا ينقصها وهو ده اللي بيعبر عنه الإنسانية قبل التدين نحن نقول التدين يزيد الإنسانية يبقى معنى التزكية ومعنى أن العبادة ليست طقوسا تؤدى فارغة المضمؤون لا العبادة تريدك أن تخرج منها إنسانا غير الذي دخلها واجه الله تعالى بالذكر والمناجاه سلم على حضرت سيدنا رسول الله ورد عليه سلامه إيمانا بالغيب فأنت تخرج إنسانا آخر إنسانا مزكا في نفس الوقت ليست هذه الأيام إثبات حالة وإنما هي بداية بداية حقيقية لا نريد أن نكون كما يقول بعض السلف لا تكن رمضانيا كن إنسانا ربانيا يعني خذ من هذا الموسم المبارك وهذا الزمان الشريف زادا لك إلى سائر الأزمنة تحول من بركة الزمان إلى بركة الإنسان أنت تستطيع أن تجعل هذا الجو الإيماني بداخلك وأن تتحرك به في كل مكان ويرى الناس سلوكك وأخلاقك فيحكمون على تديونك ويرونك صورة رائعة للدين الذي تنتمي إليه